بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتقي اليوم بإذن الله في محاضرة جديدة في إطار الوحدة السادسة التي تتحدث عن الاتجاهات وتحديدا عن عناصر الاتجاهات والعوامل المؤثرة فيها كذلك نبدأ بالعوامل المؤثرة في الاتجاهات أولا عوامل خاصة بالفرد خبراته، تجاربه، تعليمه، ثقافته، مستوى إدراكه وقدرته على التحليل، شخصيته إلى غير ذلك ثانيا عوامل متعلقة ببيئة الفرد التي هي البيئة الثقافية التي يتفاعل معها الفرد سواء كانت الأسرة والمدرسة والإعلام والعادات والتقاليد وغيرها ثم كذلك عوامل تتعلق بالموقف فالشخص يأخذ موقف إيجابي نحو كل المواقف والأشخاص المساهمين إيجابيا يتخذون موقف إيجابي في إيجباع رغباتهم والعكس الأشخاص غير الإيجابيين يتخذون موقف سلبي ضد الشخص الذي لا يشبع لهم رغباتهم واحتياجاتهم عناصر الاتجاهات أولا استيعاب الموقف ثانيا الحساسية تجاه الموقف ثالثا سلوكه المترتب على استعداده المسبق تجاه الموضوع أولا استيعاب الموقف ثانيا مدى الحساسية التي يكونها تجاه الموقف سواء كان هذا الإحساس إيجابي أو سلبي أو شعور سلبي أو شعور إيجابي وسلوكه الذي يترتب على النقطة الثانية سلوكه الذي يترتب على حساسيته تجاه الموقف المعين أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته